أتمناها وأتوقعها والقلب بقول والروح بقول ومنتخبنا بقول سنتفوق على فيتنام إن شاء الله ونحتفل بالصدارة ونحتفل بالتأهل إلى نهائيات كأس آسيا للشباب كي تكون لمنتخبنا عادات وتقاليد إن شاء الله معودنا منتخبنا الوطن للشباب على الأفراح والإنجازات والبطولات والانتصارات موفعين نسور سوريا موفعين نسور وشباب منتخبنا الوطن انتوا الدودود تحياتي أصدقاء الآن الجولة والمباراة الأخيرة لمنتخبنا الوطن في التصفيات المؤهلة لكأس آسيا للشباب سوريا وفيتنام آخر المباريات آخر الاحتمالات أهم المباريات مباراة بعنوان نكون أو لا نكون بداية فيديو اليوم اكتب لبكومن توقعاتك سوريا وفيتنام توقعاتك الرقمية فيديو اليوم سنحكي عن ترتيب المجموعة موعد وتوقيت المباراة كيف ممكن منتخبنا يتأهل إلى نهائيات كأس آسيا كيف ممكن تم حساب النقاط والأهداف وإن شاء الله ما نفوت ما نفوت بحسابات أفضل ثاني إن شاء الله يا رب إذا ما نفوت بالتفاصيل كنت تحضرني على اليوتيوب أو على الفيسبوك اشترك بالقناة فعل زر جرس توجد لايك نحن نقول لكم كون شاكرين كتب لي بكومنت توقعاتك إذا منتخبنا الوطني في آخر المباريات سيواجه منتخب بيتنام صاحب الأرض في المجموعة أهم المباريات وأقوى المباريات نهار الأحد إن شاء الله غدا نهار الأحد إن شاء الله بتاريخ 29 ساعة 3 بتوقيت دمشق مشان ما أحد يرجع يسألني موعد توقيت المباراة سوريا فيتنام الأحد 29 ساعة غدا ساعة 3 بتوقيت دمشق وين ممكن نحضر مباراة على اليوتيوب فوت على اليوتيوب اكتب سوريا فيتنام بتلاقي شي عشرين قناة نقلت لك المباراة نقل والبس المباشر ما نم مشكلة بالنسبة لمنتخبنا الوطني آخر مباريات أهم المباريات أصعب المباريات لأنك عم تواجه الصاحب الأرض أصعب المباريات لأنك عم تواجه المنتخب الأفضل بالمجموعة المنتخبية اللي كان عم حقيقة 9 نقاط مثل ما نحن حيانا 9 نقاط النقاط الكاملة من 3 مواجهات بالنسبة لمنتخبنا وحسابات التاهل نحن بعد فوزنا بالأمس على غوام بعشرة أهداف مقابل هدف أصبحنا بالصدارة بفارق الأهداف عن فيتنام اللي تفوق على بنجلاديش بأربع أهداف مقابل هدف أو بأربع أهداف مقابل هدف بما معناها منتخبنا بفارق الأهداف متصدر عن فيتنام فلذلك منتخبنا سيواجه منتخب فيتنام باحتمالين احتمال التعادل واحتمال الفوز لانتزاع صدارة المجموعة والتأهل لنهايات كاساسيا إنك تفوت وتواجه منتخب فيتنام شان تتعادل رح تخسر أي مباراة أي فريق ينزل على المباراة ومشارك بالمباراة وهدفه وعينه على نقطة التعادل فبيخسر إلعب للفوز ممكن تنتصر أو تحقق التعادل إلعب وهاجم وإلعب لعب المفتوح وسجل طول ما أنت عم تسجل وعم تتقدم على المنتخب فيتنام فأنت بأمان وممكن تطلق هدف بأي دقيقة والمباراة تنتهي بالتعادل مبروك عليك صدارة المجموعة البعض للتوضيح البعض وعندما نزلت محشور بالأمس قلت أنه لمجرد أنك تتعادل مع فيتنام بمباراة قادمة ونحن نتصدر بفارق الأهداف البعض صاحب المركز الأخير غوام أو أي منتخب صاحب المركز الأخير تشطب نتائجه تشطب نتائجه يا الذقائي ليس بالصدارة يعني ليس بمجموعته تشطب نتائج صاحب المركز الأخير يعني أنت اليوم بس تكون أفضل ثاني لا سمح الله إن شاء الله ما منحتاج لها الحسابات إذا أنت صاحب إذا أنت مركز ثاني وبدون يقارنوك بالمنتخبات عم تحتل المركز الثاني اللي هي عشر منتخبات تحزف نتائج المنتخب الأخير لأنه بعض المجموعات ما فيها خمس منتخبات فيها أربع منتخبات أما بما أنك أنت عن المجموعة الواحدة فلا يوجد نتائج سوف تحزف يعني أنت وقال أنت بعد صدارة المجموعة وليس كأفضل ثاني النتائج كله بتضل والأهداف كله بتضل ما في شيء بنحزف بنحزف الأهداف والنقاط وقت بتم اختيار صاحب أفضل مركز ثاني هون بيحسفو لك نتائجك مع الفريق الأخير بالمجموعة وش هنصير عدل ببيئة المجموعات واجب التنبيه التوضيح التوضيح التنبيه اللي بدك لأنه كثير إجيتني كومنتار تقول لي كابتن نحن إذا إذا تعدلنا مع فيتنام غوام أو بنجلاديش أو بوتن تحزف نتائجه لا يا صديقي بحساب الصدارة لا تحزف النتائج بحساب أفضل ثاني مع باقي المجموعات تحزف نتائج صاحب المركز الزخير وش هنكون نحن على بيينه نرجع عمام منتخب فيتنام يلي حضر المنتخب فيتنام شفناها لأن نحن كنتائج نحن خاصة أنه بالمباراة الأخيرة تفوقنا على غوام كلاس إذا أنت تبوقف على نادي عشرة على منتخب عشرة أهداف مقابل لشيء وبنجلاديش تفوق بثلاثة معناتها أنك أفضل منه لا إنما نحن كعناصر وبالمجموعة واللي عم يتابع وعم يحضر منتخب فيتنام واللي عم يحضر منتخبنا فمنتخبنا عنده المواهب وعنده الأسماء وقدر يعمل كثير من اللي شاف مباراة غوام بيعرف نحن عنا أسلوبنا الهجومي وقت منلعب صح نحن وقت منحترم خصمنا منربح هذا الشيء لازم نعمله أمام فيتنام وقت نحن منستهين بأمام خصمنا وما منحترم خصمنا ومنقول المباراة باليد والأهداف مضمونة فبصير فينا مثل ما صار أمام بوتان ومنحوق بهدف مقابل لشيء وبصعوبة كانت يعني الكني راح نطلع بالتعادل كامو كان يكون كارستي فلذلك بالنسبي لمباراة منتخبنا أمام فيتنام المفروض على كادر تدريبة الكادر الإدارة كادر فن كادر تدريبة المفروض نتكبت محمد عقيل يجمع اللاعبين إنسالي مباراة بينجلادش كلمة الأولى أنا اليوم يجمع اللاعبين بآخر تدريب أو قبل بداية المباراة إنسالي بينجلادش إنسالي بوتان إنسالي غوام نحن اليوم أمام مباراة نهائية أنت اليوم عم تلعب مباراة نهائية نهاية كؤوس أمام فيتنام صاحب الأرض تكون أو لا تكون النقطة الأولى النقطة الثانية والأهم طول ما نحن متعادلين بالمباراة ما نستكين وخلص تعادل بأهلناك لا أنا لازم أدخل بنجاعة هجومية ما أتهور وندفع للأمام وأترك المساحات خلفها لفيتنام لا بلعب كأي فريق عم يواجه فريق آخر في نهاية النهاية تعادل بخدمك لا بالنهاية لازم تنتصر هيك لازم تواجه منتغل فيتنام طول ما أنت مسجل متقدم بهدف مقابل لشي هدفين مقابل لشي فأنت بالسليم أنت هون مرتاح بس طول ما هي النتيجة بالتعادل صفر صفر واحد واحد فأنت ما لك بالسليم أنت بأي لحظة بأي غلطة بأي همس بأي كرة بأي خطأ دفاعي بأي قرار تحكيم تعصفة ممكن أنت تصير بالمركز الثاني وتلاقي حالك فتح سابات إلى أول ما لأخر وأنت ما لك فيها وما لك محتاجها فلذلك ادخلوا أمام فيتنام للانتصار وسنحقق الانتصار إن شاء الله بتمنا ما نحط بأزهان اللاعبين ولا نشرح للعبين ككادر تدريبه والمدرب ما نشرح حتى للعبين كيف ممكن التعادل لأهلنا أنا اليوم جاي حقق 12 نقطة بالمجموعة فقط أنا بمجموعة فيه بانجلادش وبوتان وغوام وفيتنام لازم حقق النقاط الكاملة مستحيل مرفوض أصلا مرفوض أنك اليوم تتعادل حتى أمام فيتنام نحن كتاريخ كرة القدم كتاريخ منتخباتنا الوطنية للشباب والناشئين والفيهات العمرية نحن نتفوق بهذه المباريات كلام اليوم لشباب منتخبنا الوطني نحن نتعودين نتفوق بهذه المباريات فأنتي مفروض واجب عليك نتفوق في آخر المباريات أمام فيتنام تتعاهلها متصدر كمتصدر وما دخلنا بالحسابات وما دخلنا بالأفضل ثاني بتقولوا لفتنام روح دمبر حالك أنت أفضل ثاني أفضل ثالث روح أعمال بالدك أنا بدي أتصدر المجموعة بتمنى شباب منتخبنا الوطني أهم شيء نحن ما نكون مستعجلين بس نفس الوقت يكون فيه روح قتالية بأرض الملعب الهدف بيجي بيجي لكن نكون نحن متمركزين صح عم نشتغل صح اللعبة الجماعية أهم شيء نلعب ونخترق الأطراف يلي نحن ببعض المباريات باستثناء مباراتنا الأخيرة ببعض المباريات ما كان عندنا الحلول على الأطراف أبدا بأولى المباريات أمام بينجلاديش مثل المباريات أمام بوتار ما عندنا حلول على الأطراف أبدا نحن عندنا لعبين سريعين عندنا مهاريين قادرين يخترقوا جهة اليمين أو جهة الهسارة أو حتى نسدد من بعيد نخترق حتى العمق بتمنى الأخطاء الدفاعي وخاصة الهدف اللي تلقيناه أمام أغوام إذا شفتوا بتمنى هذا الخطأ الدفاعي ما يتكرر يعني كان في شوية أو دقائق استلخاء من لعبين وحارس منتخبنا الوطن حتى كان في حلالنا خطأ أمام بوتاني اللي بتذكر لو لا مكسيم صراف كنا تلقينا هدف يعني أخطاء دفاعية بسيطة ممكن تنحل أمام فيتنام إن شاء الله بنهاية الفيديو اليوم إن شاء الله بنلتقي فور انتهاء المباراة إن شاء الله بنقول مبروك لمنتخبنا الوطن برجع بيدوك لنهار الأحد غدا إن شاء الله بتاريخ 29 ساعة ساعة 3 بتوقيت دمشق سوريا وفيتنام اكتب لي بكومن توقعاتك أتمناها وأتوقعها والقلب بقول والروح بقول ومنتخبنا بقول سنتفوق على فيتنام إن شاء الله ونحتفل بالصدارة ونحتفل بالتأهل إلى نهائيات كأس آسيا للشباب كي تكون لمنتخبنا عادات وتقاليد إن شاء الله معودنا منتخبنا الوطن للشباب على الأفراح والإنجازات والبطولات والانتصارات موفعين نسور سوريا موفعين نسور وشباب منتخبنا الوطن أنتوا أدى ودود ما في منتخب أفضل منكم بالمجموعة كونوا على يقين أنتم الأفضل أنتم ستنتصروا على فيتنام إن شاء الله وبالعلامة الكاملة سنحقق الانتصار والصدارة والتأهل إن شاء الله قولوا يا رب منصورين نلتقي نهار الأحد إن شاء الله لنقول مبروك لمنتخبنا الوطن من الدعم الضلو على خير سلام عليكم